السلام عليكم مدينة معارة النعمان 26.01.2020 تتعرض المدينة لحملة قصف ممنهة ودمار كبير في المنشآت الحيوية والبنى التحتي وجميع المنازل في مدينة معارة النعمان بالأمس آلاف الصواريخ من الراجمات سقطت على مدينة معارة النعمان وآلاف القزائف وآلاف صواريخ شديدة الانفجار ومئات البراميل المتفجرة معدى حربيات الرشاشة التي لا تفارق الأجواء مدينة معارة النعمان تدمرت بشكل كامل وأصبحوا أهلها مهجرون نازحون إلى المجهول حتى فرق الدفاع المدني أصبحت مهجرة أيضا نحن نحب نوجه رسالة لكل من يدعي الإنساني أو يدعي الإنساني والإنساني مشي لعب يصيره بالريف الجنوبة القصف الممنهج اللي صار على المدينة وتهجير آلاف الناس تهجير مئات لألاف من الريف الجنوبي أكثر من 300 ألف مدني تهجر من الريف الشرقي ومن مدينة معارة النعمان ومن الريف الغربي للمدينة بعد تهجير المدن بشكل كامل وبشكل ممنهج وبشكل واضح مدينة معارة النعمان الآن خاوية على عروشها مع تقدم قوات النظام باتجاه المدينة قوات النظام تريد تدمير المدينة وأخراج الناس من المدينة